من الإمارات إلى كردستان العراق حيث تستمر المظاهرات الغاضبة خاصة في السليمانية للمطالبة باستقالة الحكومة وتحسين الأوضاع الاقتصادية هنا تقع السليمانية المظاهرات خرجت في بلدة قلعة دزا والتي تقع على بعد 170 كم إلى الشمال المدينة السليمانية رغم الإجراءات الأمنية المشددة في البلدة ولكن دزا ليست الوحيدة طبعا هنا نتوقف عند مظاهرات كذلك سجلت في مدينة أخرى نتحدث هنا عن مدينة حلبشة وبلدة تشمشمال التي تبعد 70 كم جنوبية السليمانية وفي أيضا قضاء رانيا الذي يبعد 130 كم شمالي غربي مدينة السليمانية حيث أدت المظاهرات إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل ولكن مصادر أخرى تقول أن العدد وصل إلى خمسة وإصابت أكثر من 70 آخرين بجروح المدينة شهدت انتشارا كثيفا لقوات الأمن كما تظهر لنا هذه الصور حيث لم تمر في شوارع المدينة سوى أعداد قليلة من السيارات فيما أغلقت محال تجارية كثيرة أبوابها خاصة في ساحة السراي وسط مدينة السليمانية الموقع الرئيسي للتظاهرات تخللت تلك التظاهرات مواجهات مع قوات الأمن أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 200 بجروح وإحراق خمسة عشر مقرا للأحزاب السياسية الحكومة المحلية وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوات الأسائج قامت بإغلاق مكتب محطة أن آر تي تلفزيونية الإخبارية ناطقة باللغة العربية والكردية هذه الصور من تويتر تظهر المحطة وذكر بيان صادر عن آر تي ومقرها مدينة السليمانية ولها أفرع في أربيل في شمال عراق أن قوات الأمن المعروفة بالأسائش أغلقت مكتب المحطة في مدينة أربيل وألقت القبض على صاحب المحطة سشوار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عبر عن رأيه في التغريدة وقال ما يجري في إقليم كردستان للأسف هو نتائج للسياسة الخاطئة وقرار الاستفتاء والتفرد به والذي ألحين على المسؤولين في الإقليم لإلغائه قبل إجرائه ندعو السلطات الأمنية في كردستان إلى احترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير ردود الفعل الكردية جاءت من توجيه السياسي البارز في الإقليم برهم صالح رسالة إلى المتظاهرين طالبهم بين خلالها بتجنب عمليات حرق المقرات الحكومية والحزبية واستخدام العنف والالتزام بالسلمية هذه دعوة برهم صالح وهناك يدعو أيضا إلى تشكيل حكومة مؤقتة لضمان احتواء الموقف في الإقليم والتمهيد لانتخابات نزيهة رئيس الوزراء وزراء الإقليم نتشرفان برزاني قال لوسائل الإعلام إن الإقليم يشهد فترة صعبة ويمكن تفهم غضب الناس ولكن يجب أن يكون هناك مظاهرات سلمية والعنف مرفوض بعثت الأمم المتحدة المساعدة في العراق عبرت عن قلقيها بالقول ندعو إلى الالتزام بضبط النفس وتفادي أي أعمال عنف معنا من بغداد النائبة سروة عبدالواحد رئيسة كتلة التغيير في البرلمان العراقي مرحبا بك سيدة سروة عبدالواحد ضيفة على برنامج ترندنج في البداية نريد أن نعرف منك ما هو مستقبل حريات الإعلام في الإقليم بعد إغلاق R2 وما مصير كادرها وخاصة رئيسها تحية لك ولمشاهدكم الكرام طبعا نستنكر كل الاعتقالات العشوائية التي تحدث في مدينة سليمانية وأربيل أيضا هناك اعتقالات واسعة من قبل قوات الأمنية سواء كان لناشطين مدنيين أو للإعلامين مع الأسف حرية التعبير في إقليم كردستان في خطر لا يسمح لأي ناشط مدني أو مؤسسة إعلامية بأن يكون لديها رأي مغاير عن رأي السلطة سلطة الحزبين العائلي عائلة الطالباني في سليمانية وعائلة بارزاني في أربيل الشعب الكردي أصبحوا يعانون من سيطرة هاتين العائلتين يجب أن يكون هناك تعامل واقعي مع الشعب في إقليم كردستان في هذه المرحلة الحساسة الذي يعاني من أولا الأزمة الاقتصادية الموجودة لتوجد رواتب الوضع الاقتصادي السيء الخدم السيء سيدة سروا كتلة التعبير وأيضا الحزب الإسلامي أعلنوا عن السحابة من الحكومة ورفضهم لما جار ولكن هل تمينين إلى الرأي القائل بأن يكون هناك انتخابات مبكرة وبالتالي إلى أي مدى هناك مزايدة على الحزب الديمقراطي لو أنه نجح مثلا في الاستفتاء وكانت هناك دولة كردية الآن لتغير الحديث لو كان نعلم نسبة النجاح هذه الدولة خمسين بالمئة لذهابنا معهم أول حزب لكن كنا نعلم بأنه لا ينجح في هذا المسأل لأن المجتمع الدولي بالكامل كان ضد الاستفتاء هذا الموضوع انتهى اليوم عليه أن يتحمل مسؤولية بالكامل حزب الديمقراطي الكردستاني اليوم ليس لديه خطاب واضح مع الشعب الكردي ولا يستجيب لمطالب الشارع الكردي بإقالة الحكومة نحن كالتغير وجماعة الإسلامية نشعر بالمسؤولية تجاه الشارع الكردي عندما يطالبون بإقالة الحكومة لماذا نبقى في هذه الحكومة التي تم سحب شرعيتها من قبل الشارع عزيزتي بالعودة إلى المظاهرات وما حدث أولا شاسوار عبدالواحد اليوم ليس رئيس لنرتي نرتي مؤسسة مستقلة شاسوار عبدالواحد ناصد سياسي اليوم وتم اعتقاله وزملاء لحد هذه اللحظة لم يكن تواجدهم غير معروف وكوادر نرتي الإعلامية أيضا تم اعتقالهم وسم تهديدهم لحد هذه اللحظة شكرا لك سروع عبدالواحد رئيسة كتلة التغيير على هذه المشاركة ومعذرة على المقاطعة